أعلنت وزارة البيئة عن استلام أربع وحدات بايو جاز في ألف يوم ضمن مشروع إنشاء خمسة عشرة وحدة بايو جاز بقرى المحافظة يأتي ذلك تنفيذ لتكلفات الرئاسية بتطوير قرى صعيد مصر لتصبح قرى نموذجية تراعي الأبعاد البيئية وتراعي معايير الاستدامة حيث توفر وحدة البيو جاز المنزلية طاقة توازي أنبوبتي بتجاز شهريا وسماد عضوي يكفي لتسميد ثلاثة أفدنة طوال العام وأكدت الوزارة أن وحدات البيو جاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار من خلال التعامل مع المخلفات الزراعية والعضوية والاستفادة منها في إنتاج طاقة نظيفة كما أصدرت وزارة البيئة توجيهاتها بمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيو جاز بمختلف محافظات الصعيد